زلزال عميق يضرب جميع الاجهزة الحوثية فقد كشفت مصادر مقربة من دوائر قيادية وفي الصف الاول للميليشيات الانقلابية ويدراع الايرانية في اليمن عن تغييرات واجراءات متزامنة على مستوى جميع المكونات الامنية والعسكرية والاستخباراتية والسلطات التنفيذية في صنع بما فيها حركة تغييرات واسعة في الحراسات والطواقم المساعدة والسكريتارية وحتى اماكن الاقامة ووسائل التواصل والاتصالات وافدت المصادر عن ارتدادات زلزالية تضرب مكونات الجسم القيادي متعدد المستويات والاجنحة لميليشيات الحوثي في صنع تحت صدمة الضربات العميقة والبوجع التي لحقت بايران وميليشياتها في اليمن خلال الاسابيع الاخيرة عن طريق سقور التحالف والاستخبارات السعودية والتي ضربت الحوثية في مقتل اشارة الى تركيز دقيق لعمليات واستهداف تحالف دعم الشرعية على مستوى الجبهات المشتعلة وتجاه مأرب ايضا حصوصا وبتركيز كبير على العاصمة والمستويات القيادية والمرافق والمنشآت والمخابئ الحساسة والاستراتيجية للحوثية وتحدث للمصدر الامني المقرب من الدوائر الحكومية عن مرحلة جديدة تسمى ما بعد التخلص من ايرلو مشاهدت الساعات الماضية ارتباكا كبيرا ولم تتوقف الاعتقالات والمدهمات في مستوى الحراسات والامن والمقربين والمحصوبين على المكونات القيادية الحوثية بعد اختراق التحالف العربية لغرفة عمليات والقيادة الحوثية غرف عمليات ومخابئ ومخازن وتزايدت حدة الاتهامات والشكوك باختراقات عميقة لحسابات التحالف خصوصا بعد الوصول الى غرف عمليات ومخابئ وبخازن واجتماعات وتحركات على درجة عالية من الحساسية كان اخرها ما اعلن عنه التحالف بالامس وهو امر شديد الخطورة كان المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في ليمن العميد الركن توركي المالكي اكد في مؤتمر الصحفي الامس قدرة التحالف على الوصول الى الدوائر القيادية العليا واستهداف القيادات الارهابية المطلوبة على قائمة الاربعين وتوجى ذلك بفيديو يرصد بشكل استخباراتي رهيب حوارا ضار بين قائد في حزب الله اللبنانية وايضا مطلوب رقم خمسة لدى قوة التحالف وحصل على دلة استخباراتية سواء التسجيلات التي تم عرضها او غيرها وسيتم اعلانها في وقت اخر وتوعد القيادة الارهابية العليا بعدم التسامح معها وباتخاذ اجراءات استهداف تطالها في اجتماعاتها لفتا الى وجود مصادر استخباراتية موثوقة في الدوائر القيادية العليا للميليشيات الحوثية تووجت هذا اليوم بغارة جوية جديدة للتحالف على مواقع للحوثيين في صنع فقد جدد التحالف العربي اليوم غارته الجوية على مواقع لجماعة الحوثيين في العاصمة صنع وافد مصدر في السلطة المحلية بصنع الوكالة سبوتنك بان طيران التحالف العربي شن غارتين على الاقل على كلية الطيران والدفاع الجوي في شارع الستين بمنطقة عصر شمال غربي العاصمة وتأتي الغارات غادة تنفيذ طيران تحالف ثلاث غارات على محيط كلية الطيران شمالية غربي العاصمة الى ذلك قال التحالف حسب تلفزيون الاخبارية انه راقب عملية نقل اسلحة ونفذ ضربات جوية استجابة للتهديد ولمنع نقلها ودع التحالف المدنيين الى عدم التجمع والاقتراب من مدرسة الدفاع الجوي في صنع يأتي ذلك بعد تصريحات ترك المالك في وقت سابق اتهم فيه الحثين باستخدام مطار صنع الدولي في اطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية نحو الاهداف المدنية في المملكة العربي السعودية ترجمة نانسي قنقر